تصريحات نارية لوزير الدفاع التركي ومن ترابلس التي زارها أشعلت توتراً وصل إلى قرع طبول الحرب بعد قوله بوضوح إن قوات الجيش الليبي ستكون هدفاً مشروعاً إذا حاولت الاعتداء على القوات التركية بالبلاد التهديدات التي صرح بها وزير الدفاع خلال زيارته المفاجئة التي التقى خلالها مسؤولين في حكومة الوفاق لم تقتصر على تهديد الجيش الليبي بل تطرق هلوسي آكار أيضاً إلى ما وصفها بأطراف داعمة لحفتر والتي قال إنها تحاول القيام بأعمال تفوق قدراتها وقد تزامنت زيارة آكار مع زيارة لوفد سياسي أمني مصري إلى العاصمة طرابلس أيضاً والتي تمت برعاية وزير داخلية الوفاق فتح باشاغا حسب مصادر العربية حمل الوفد المصري رسالة واضحة إلى ليبيا أبرز ما جاء بها رفض وجود أي قواعد عسكرية تركية بليبيا أو قوات أجنبية وضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة ووقف صادرات السلاح التصريح المصري يعد مخالفاً تماماً لخطة تركيا بليبيا حيث وافق البرلمان التركي الأسبوع الماضي على مذكرة لتمديد مهام قوات تركيا في ليبيا لمدة ثمانية عشر شهراً إضافياً الأمر الذي أكده آكار خلال زيارته قائلاً إن أنقرة ستستمر في أعمالها وتعاونها العسكري مع حكومة الوفاق التصعيد التركي أثار ردوداً غاضبة من الحكومة الليبية المؤقتة حيث اتهم وزير الخارجي عبدالهادي الحويج تركيا بمحاولة عرقلة أي تقارب ليبي ليبي واستغلال الليبيين لتأجيج الحرب بالبلاد وخلال آخر ملتقى سياسي ليبي وصل الأطراف لمرحلة تحديد السلطة وإجراء انتخابات بالبلاد ولكن مع ارتفاع لغة التصعيد والتهديد بتأجيج من تركيا ترتفع معها مخاوف من إمكانية اشتعال مواجهة عسكرية قد تتعدى أطرافها وساحتها التراب الليبي لينا حسبالله الحدث اشتركوا في القناة